دكتور محمد بغي كيف نقرغ فكرة التعميم التغتية الاجتماعية والتي تندرج في إطار العدالة الاجتماعية؟ بلا شك طبعا أنا بحية حضرتك وبحية دكتور صلاح وبحية كل الشعب المغربي اللي بيشوفنا طبعا التغتية الاجتماعية هو حق أصيل من حقوق الإنسان ويمكن زي ما الدكتور صلاح تفضل وقال أن دولة المغرب من أولى الدول التي راعت هذه النقطة وراعت هذا البعد خاصة مع الموجة فيما يسمى بالربيع العربي التي اكتاحت البلدان العربية يمكن منذ أواخر 2010 بدأ المغرب أنه يفكر بفكرة أوت أوف بوكس يعني أنه يفكر خارج الصندوق بشكل كويس جدا وراعى يمكن جلالة الملك هذا البعد بإطلاق عملية إصلاح اقتصادي شامل ولما نتحدث عن إصلاح اقتصادي شامل لابد أن هذا الإصلاح سيطول أو يمتد إلى بعض الطبقات الاجتماعية اللي المفروض أن هي تراعى من حيث مجموعة من الأبعاد التي نسميها التغطية الاجتماعية هذه الأبعاد يمكن إجماليها كان في فكرة البطالة وزيادة تصعودها في فكرة التأمين الصحي اللي يمكن ما كانش بيغطي أكتر من 24% من الفئات الممثلة فيه ويمكن كمان تعويض اللي هم المتقعدين في تغطية تأمينية كانت لها تتجاوز أيضا حوالي 22.5% فبالتالي دي أرقام أو مؤشرات كانت بتقول أننا أمام تدخل ملكي وفعلا في 30.7.2020 صدر المرسوم الملكي أو الأوامر الملكية بإطلاق خطة لإنعاش الاقتصادي وأيضا خطة للتغطية المجتمعية شاملت خطة الإنعاش الاقتصادي أنها الحقيقة ركزت على جوانب مهمة جدا ستعيد الاقتصاد المغربي أولا تربعه على عرش الاقتصاد العربي بشكل عام ده رقم واحد رقم اتنين أنه حيحمل الاقتصاد المغربي من التداعيات الخطيرة جدا لجائحة كورونا وما أصاب قطاعات كتيرة جدا تأثرت في دولة المغرب وليس دولة المغرب وحدها على العالم كله بشكل أجمع ولكن يمكن أن الخفاض في معدلات النمو في الاقتصاد المغربي تدنت يمكن أكثر من 5 أو 2 من 10% تهاوى في معدلات النمو طبعا مؤشر كان لابد من التدخل والتفكير الاستراتيجي لما هو قادر فتم إطلاق هذه المنصة وتم إطلاق ما يسمى به صندوق محمد السادس للسسمار هذا الصندوق أعتقد أنه حوالي 12 مليار دولار سيتم انفقهم في الاقتصاد المغربي خلال الخمس سنوات القادمة ده طبعا هيعمل إنعاش اقتصادي هيخلفه يعني عايز أقول إنعاش اجتماعي بشكل كويس جدا منظومة الصحة هيحصل لها تطوير بشكل فاعل منظومة التغطية التأمينية هيحصل لها تشغيل بشكل فاعل البطالة أعتقد إنها هتقل لمعدلات مقبولة إلى حد ما معدلات أحدية مقبولة حنلاقي إن في وفرات هتلجأ معها الدولة إن هي تتوسع في خطط التنمية البشرية وإن هي جزء أصيل النهاردة من خطط التنمية المستدامة اللي الأمم المتحدة بتنادي بيها والمغرب جزء أصيل من مكوناتها الفترة القادمة طيب حركة يعني هنا مفهوم التغطية الاجتماعية التغطية الاجتماعية هو إن أنا عايز أوصل لكل واحد من الشعب بمنتهى البساطة إنه الدولة أولا بتديله حقه حقه في الرعاية الاجتماعية حقه في الرعاية الصحية حقه في التعليم حقه في إنه يجد فرصة عمل مناسبة بالنسباله من خلال افتتاح المشروعات الاقتصادية المختلفة حق المواطن في إنه يعيش الرفاهية زي مثلا فكرة تطبيق الشمولي المالي في دولة المغرب والتعامل بالتجارة الإلكترونية هذا كان حلم للمواطن المغربي بدأ النهاردة إنه يتحقق على أرض الواقع كل ده بيندرج تحت حقوق الإنسان اللي بيندرج تحت مسمى التنمية البشرية أن أنا بهتم بصحة الإنسان بهتم بتعليم الإنسان وبهتم أيضا بإنكم الدخل بتاع الإنسان ده في النهاية فهذا ما يسمى به إن أنا بعمل حماية للطبقات المجتمعية أو الفئات المجتمعية المختلفة التي تعيش على أرض دولة المغرب ترجمة نانسي قنقر